باب النجار مخلوق مقولة قديمة أطلقها الأجداد تجسد واقع حال الكهرباء في العراق الذي يعتبر أحد أكبر المصدرين للنفط في العالم فبالرغم من ازدياد إنتاجية هذا البلد للنفط حيث يتوقع أن تصل إلى نحو 5 ملايين برميل يوميا عام 2019 لا يزال العنوان العريض للحكومة في بغداد هو الفشل في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين أقلها المياه النظيفة والكهرباء وكالة بلومبرغ الأمريكية صلتت الضوء في تقرير لها على أزمة الكهرباء في العراق وقالت إن هذا البلد أصبح رابع أكبر بلد منتج للنفط وقوة نفطية عالمية حتى أنه تفوق على كندا لكنه لا يملك القدرة بعد على تأمين التيار الكهربائي وإنارة منازل مواطنيه ويواجه تحديات كبيرة إذا ذلك وبالرغم من ثروة العراق النفطية وإمكانيته إنتاج 6 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2025 تقول وكالة بلومبرغ أنه يفتقر إلى إمدادات ثابتة من الطاقة الكهربائية ويجد صعوبة في جذب استثمارات أجنبية لخلق فرص عمل جديدة ومحفزات للشركات المحلية وتابعت بلومبرغ أن زيادة إنتاج النفط من المفترض أنها جيدة لكن العراق لا يزال يفشل في توفير خدمات أساسية لمواطنيه مثل المياه النظيفة والكهرباء كما في محافظة البصرة التي يعاني أهلها من مشاكل كبيرة في تلوث المياه ومشاكل في الكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية بالرغم من امتلاك المحافظة المقومات الكثيرة لتكون الأفضل على الساحة العراقية إذن هي مفارقة كبيرة أن يشتكي العراق الغني من أزمة متواصلة في إنتاج الكهرباء وإنارة مدنه وهذه المفارقة لا يمكن فهمها أو تفسيرها إلا باستشراء الفساد في البلاد والمحاصصة الطائفية التي احتكرت المناصب وغيبت الكفاءات وأوصلت العراق إلى ما هو عليه الآن من تراجع وتدهور في كل قطاعات الحياة